أعزائي أسرة قناة تعليم انجليش اونلاين أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني لإعداد ذي وجي معنا دلوقتي مع part 2 من unit 2 مع ميسة برين وتعلم انجليش اونلاين طب يا طرح part 2 بيتكلم عن ايه part 2 بيتكلم عن adverbs of manners او ازرف الحال او الكيفية الظرف اللي بيعبر عن الكيفية او الحال هو ايه ده لو انا مثلا عايز اقول هو بيمشي بطء يبقى كيفية ماشي ايه بطيء ببطء طب هي بتغني بشكل جميل يبقى كيفية الغنى ايه حال الفعل ده ايه حالها ايه هي بتغني بشكل جميل يبقى هنا الظرف او الازرف بتاعت النهاردة بتعبر عن الكيفية ايه الازرف بقى هل في فرق بينها وبين الصفات او امت هنعرفها عندنا كام بوينت كده لو ركزتوا قوي معي هتلاقوها بقت سهلة جدا وهتقدروا تجاوبوها من غير اي تفكير ومجرد ما تشوفوها في الامتاحين طيب ايه اول حاجة اول حاجة عايزين اعرف الصفة الصفة دايما بتيجي توصف الاسم اما بقى الظرف بيوصف الفعل وده اول اختلاف بينهم وتعالوا نشوفو عملي من خلال الجمل هي تكون جميلة انا هنا باوصف مين؟ باوصف الورب يكون ولا باوصفها هي؟ باوصفها هي هي بتكون جميلة هنا دي صفة الصفة بتوصف الاسم بتوصف الانسان بتوصف الشخص الشيء اي اسم هي بتكون جميلة او she is a beautiful girl هي تكون بنت جميلة الصفة بتوصفت مين؟ وصفتها هي البنت ان هي جميلة يبقى الصفة دايما بتوصف مين؟ بتوصف الاسم اما بقى الظرف بيوصف الفعل وليس الاسم يعني انا هنا بقول she sings beautifully she sings هي بتغني بشكل جميل بطريقة جميلة يبقى هل هي البنت اللي جميلة ولا غناها هو اللي جميل؟ لا هي بتغني بطريقة حلوة بطريقة جميلة يبقى انا هنا بوصف فعل للغنى نفسه مش بوصف البنت يبقى الظرف بيوصف الفعل وده اول فرق بين الاثنين يبقى اول حاجة الصفة بتوصف الايه؟ بتوصف الاسم اما الظرف بيوصف الفعل ده كده اول difference between them اول اختلاف بينهم طيب تاني اختلاف ايه؟ الصفة بتيجي قبل الاسم لو هكتب اسم الصفة بتيجي قبله او بعد فرب تو بي يبقى الصفة بتيجي ايه؟ قبل الاسم او بعد فرب تو بي لو عندي فرب تو بي يبقى اللي بعده صفة اما في حالة اي فرب تاني او اي حاجة تانية فالصفة دايما بتيجي قبل الاسم اما الظرف يجي بعد الفعل things beautifully الظرف هنا يجي بعد الفعل اللي هو بيوصفه يبقى الصفة بتيجي فين؟ قبل الاسم لكن الظرف بعد الفعل وده تاني اختلاف بينهم الصفة قبل الاسم او بعد verb to be اما الظرف بيجي بعد الفعل طيب ده كده تاني اختلاف طيب في حاجة بس تركيه عايز اقولكو عليها ممكن تكون كبيرة شوية عليكم بس انا عايز اقولكو عليها ان في افعال زي verb to be كده زي ال verb feel يشعر فانا ممكن اقول she feels happy ممكن اقول she is happy ففي الحالتين انا هنا حطيت الصفة بعدهم والافعال دي في الانجليش بنسميها linking verbs او افعال الربط افعال بتربط بين الفاعل والمفعول فانا بعد مع الصفات ممكن احط verb to be am is art I'm مثلا كذا ووصف نفسي وممكن احط مثلا I feel يعني ممكن اقول I'm happy او I feel happy انا اشعر اني انا سعيدة فممكن بدل verb is بدل verb to be احط verb to feel وبرضو الصفة هتيجي بعد طب في افعال تانية او بس مش وقتها ومش عليكم اصلا فاحنا خلينا نعرف ان الصفة بتيجي بعد verb to be بس عشان لو جالي برضو الverb فيه ليشعر اعرف برضو ان الصفة بتيجي بعده لانه فعل ربط زي verb to be طيب نبقى تاني اهو الصفة توصف الاسم الظرف يوصف الفعل الصفة تيجي قبل الاسم اما الظرف يجي بعد الفعل بعد الفعل الظرف يوصف الفعل ويأتي بعده هي اللي يخلني اعرف الظرف واختاره على طول وانا في الامتحان الظرف يصف الفعل ويأتي بعده طب في حاجة تانية او ويتكون باضافة الواي لنهاية الصفة وده بقى شكل الظرف لو احنا شوفنا هنا يدفل صفة طب لما حولناها الظرف وجينا نوصف الفعل مش الاسم قطنا اخرها الواي فالظرف بي ايه يتكون باضافة الواي لنهاية الصفة طيب ادينا بصوا كده لو انا عندي كويك كويك يعني سريع طب عايزة احولها لظرف احط الواي فتبقى ايه كويكلي بسرعة طب بطيء طب عايزة احولها لظرف احط لها الواي فبقت ايه سلولي ببط بيوديفول جميل حط لها حولتها لظرف بقت بيوديفول بشكل جميل او بطريقة جميلة وهكذا يبقى الظرف يتكون باضافة الواي لنهاية الصفة يأتي بعد الفعل ويصفه هو ده الظرف طيب غالبا كده بنسبة 90% بييجي اخر الجملة غالبا بنسبة 90% بيجي اخر كلمة في الجملة ولكن خلينا مركزين علشان ممكن ما يجيبه ليش اخر كلمة في الجملة فاطلغبط هو دايما بيجي بعد الفعل وبيوصفه وبيبقى اخر ده كده الظرف الصفة الصفة توصف الاسم تيجي قبله دايما في الانجليش الصفة تيجي قبل الموصوف عكس العربي فالعربي بقول ايه بنت جميلة بجيب الموصوف الاول وبعدين الصفة بنت جميلة في الانجليش بقى لا جميلة بنت جميلة بنت جبت الصفة الاول قبل الموصوف الصفة تيجي قبل الاسم اللي بتوصفه فدايما الصفة تيجي قبل الاسم أما الظرف بعد الفعل الصفة توصف الاسم الظرف يوصف الفعل الظرف شكله ايه بنحط له الي لنهاية الصفة وبس خلاص وده كان درس النهاردة ماقص حاجة بس بسيطة ان احنا عندنا اظروف شازة لازم تتحفظ زي مثلا الصفة جود لما نيجي لحولها الظرف بتبقى شكلها بيختلف تماما مش حاجة اسمها جودلي ولكن هي بتتحول لوا معناه بشكل جيد او جيدا وفي late late hard hard straight straight فتعالوا بقى نشوف الازروف الشازة على شاشة الكمبيوتر في الشارت او الجدول ونحل اسئلة عليه ونشون بيجي لنا ازاي في الامتحان وناخد كمان ريدنج والكلمات بس استنوا لو لسه مشتركتوش في القناة انزلوا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوكم اشعار باي فيديو انزله وكمان متنسوش تشايروا الفيديو مع كل اصحابكم واللايك والتعليق بيعالي الفيديو ويوصلوا لكل الناس دي اول حاجة طب تاني حاجة ايه يا بس انت تتأخري علينا ساعات في شرح المنهج وبنبقى مستنيينك وتتأخري يا جماعة انا بشرح المنهج لتاني مرة فبالتاني المنهج هو اصلا مشروح عندكم كله ومراجعاته وترمل اول اصلا خلصان بكل مراجعاته بحل امتحانات بكل حاجة لو دخلتوا على قوائم التشغيل وقايمة تشغيل الصف التاني الاعدادي الترمل الاول هتلاقوا كل المنهج ومشروحه وهو هو نفس المنهج هو هو فالناس اللي عايزة تمشي بعدي او تصرع واتأخرت عليها في الناس اللي هي عايزها تدخل على قايمة التشغيل هتلاقيني شرحت نفس الشرح انا بشرح لتاني مرة استنادي فالمنهج هو هو يا جماعة عشان محسش بزنب لو اتأخرت او انشغلت عنكم وبس خلاص تعالوا بقى ندخل على شاشة كمبيوتر تعالوا بقى نبص كده على شوية ملحظات بسيطة عن الجملة اللي بتنتهي بل اي قبل ما نحط الواي نحزف ال اي طب اذا احنا بنحط بس مش احنا بنحط الواي لأ ما هي اصلا اخرها ال فنحط لها بس فقبل ما نحط الواي ممحاسفين ال اي فتبقى بالتالي برضو تنتهي بلواي زي possible possibly proper properly اوكي الصفة بقى المنتهية بواي وقبلها ساكن بنحول الواي لآي قبل ما نحط الواي فهبي هنشيل الواي ونحولها الواي هتبقى happily easy easily lazy lazily hungry hangrily فاحنا بنعمل ايه الواي هنا اخرها قبلها اهيه والار ده ساكن فنقم حاسفينه الواي ونحولها الواي وبعد كده نحط الواي عادي جدا كمان عندنا بعض الازرف الشازة اللي بتتحول لشكل تاني خالص من الصفة مش بتبقى باضافة الواي للصفة زي العادي عندي مثلا واهمهم good عندي الصفة good يعني جيد طيب لما اجي حولها الزرف حوطت لها الواي تبقى goodly لأ مفيش حاجة في الانجلش اسمها goodly هتبقى wow وده شكل الشازلية شكلها بيتغير تماما ودي اسم الازرف الشازة لازم نحفظها عشان بتيجي في الامتحان hard بتفضل hard زي ما هي fast بتفضل fast زي ما هي late late early early كلهم دول زي ما هم هي حاجة واحدة بس اللي بتتغير good بتبقى well فقط فهنحفظها ان good هتبقى well hard هتبقى hard زي ما هي fast fast late late early early مش هحط اي حاجة بيهم بس ابقى حفظة ندول شازدين عشان منساش وحط لهم اللي هوي تعالوا كده نشوف الاسئلة اللي جاية في student book والwork book عندي number two هنا مكتوب sb ونهتم قوي يا جماعة بالاسئلة اللي مكتوب عليها sb او wb لان ده معناها اني جاية من كتاب المدرسة او من الwork book الsb معناها student book والwb معناها work book فلو لقينا كده نعرف ان دي من كتاب المدرسة او الwork book والامتحانات الغالب بيزبقى معظمها جاي من كتاب المدرسة والwork book ممكن يكون نفس الجملة ويغيروا فيها مثلا حاجة ولكن بتكون هي هي فالاهم ان احنا نركز قوي على الاسئلة دي او نحل الاسئلة تانية واسئلة كتيرة ولكن نركز اكتر على الاسئلة دي blues ايه بوصف نفسه كلامه للغه بيتكلم كويس بقى انا بقول مستر كمال هو نفسه اللي كويس ولا كلامه هو اللي كويس كلامه هو اللي كويس هي بقى انا هنا بوصف الفعل مش بوصف الراجل نفسه انا بوصف الفعل فمدام بوصف الفعل لازم اختار ظرف دي اول حاجة تانية حاجة في الغالي بقولنا ظرف بيجي اخضر كلمة في الجملة ولكن مش دايما ولكن غالبا وبيجي بعد الفعل سواء جي بعدها لان انا بوصفه هو مش اصدوا ان بعده مباشرة احيانا بيكون فيه كلام في النص ولكن هو بيكون بعده يعني سبيك انجليش على بعضها يتحدث الانجليزية ده كده يعتبر الفعل يعني سبيك الفعل بس هي سبيك انجليش على بعضها كده يتحدث الانجليزية وفيري هنا انا بقول معناها جدا حطها قبل الظرف عادي فهي هنا جاية قبل الفعل طب هاختار ايه هاختار واو ليه حطيت واو لان هو بيتحدث جيدا طيب جيدا دي ايه اللي هي جود طيب جود الظرف منها ايه بشاز الظرف منها واو عشان جدا قلتلكو دي مهمة جدا الحاجات الشازة دي لازم نحفظها عشان بيجي منها في المتحان طيب جود مش تنفع عشان صفة انا بوصف الكلام مش بوصف الشخص باد نفس قصة صفة كلهم صفة الوحيدة اللي جاية توصف الفعل هنا هي الظرف فبالتالي الوحيدة في الاربعة دول هي واو اللي تنفعها طيب تعالي نشوف السؤال ده اللي هو number four برضو جاي من student book the cat is sitting in the sun ايه المفروض اقول لازي لازلي لازي يعني كسلان لازلي بكسل القطة قعدة في الشمس كسلانة انا بوصف القطة بقول القطة هي اللي كسلانة واللي قعدة في الشمس بكسل طبعا هنا اصلا المفروض هختار زرف لانا بوصف قعدتها نفسها مش القطة لو انا بوصف القطة هلاقي على طول هنا قلت ده كات الزليزي القطة تكون كسلانة لكن انا بقول قعدة في الشمس بكسل بعد الفعلة جيب زرف انا هنا عندي اسم بوصفه لا انا هنا ما عنديش اسم جبت الصفة قبلها الصفة متجيش كده لوحدها غير بعد لو هحط مثلا هحط صفة بعدها لكن الصفة بتيجي قبل الاسم فانا هنا ما عنديش اسم ده هنا اخر كلمة في الجملة يبقى هنا لازم زرف مدام اخر كلمة يبقى زرف تبقى هاخد اللي اخره الواي هنا زي ما احنا شايفين كده وده كده اختصال فده معناه برضو ان السؤال ده ان الورك بوك هنا ما جاتش اخر كلمة بس جات بعد الايه بعد الفعل فبالتالي هي جاية بعد الفعل وبتوصفه يبقى زرف طبعا هاخطر وهنا الترجمة الاطفال بيغنوا بايه بصوت عالي هل الاطفال هم اللي عليين ولا الغنى بتاعهم هو اللي صوته عالي الغنى يبقى انا باوصف الغنى مش باوصف الاطفال يبقى انا باوصف الورب نفسه طيب عندي بعد كده هنا زي ما انا شايفين كده لو هنا هنصلح برضو عندي هنا WB و SB ده وورك بوك وده ستودينت بوك فعلوا احمد وينتو ده نو سكول احمد زهب للمدرسه الجديده ساد احمد حزين ولا زهب بحزن زهب هو اللي بحزن طيب انا هنا ليه ما اقولش ان اسم الاسات دي بتوصف احمد لان هي ما قلتش هي از اصاد بوي مثلا ما حطتش الصفه قبل الاسم الصفه دايما بتيجي قبل الاسم ده جاي في الاخر طب الصفه تيجي في الاخر امتى لو قبلها او فيل مثلا يشعر لو قلت مثلا احمد الساد ممكن تيجي في الاخر او فيل ساد طيب هنا مجاش ده ولا ده هي اصلا ساد هنا جات بعد الفعل توصفه فواخر الجملة هي بازار فتبقى سادلي المدرسة بتعامل كل اطفالها بايه بعطف هل بتعامل كل اطفالها عطوفة لا بتعامل كل اطفالها بعطف المعاملة هي اللي بعطف يبقى انا هنا بعد تريت الورب جبت ايه كايند وجات في اخر الجملة ووصفت الفعل فبالتالي ظرف فالصفه دي عشان احولها الظرف احط لها الواي عندي هنا نمبر فايف ستوزن بوك ماي فرين سوز باد صديقي او صديقتي بتخيط بطريقة سيئة او بشكل سيء فبالتالي برضو جات اخر ايه الجملة وجات بعد الفعل بتوصفه فبالتالي حط لها الواي فهتبقى اهباب لي ودي كده اهم الاسئلة او طريقة الاسئلة اللي بنسأل بيها عن الازرو زي ما انتم شايفين سهلة جدا الظرف في الغالب تسعين في المية بيجي اخر الجملة وبيكون اخروا الواي بيتكون باضافة الواي للصفة بيبقى جايب لي صفة هي لو كوريكت بيجيب لي صفة وانا بقوم ضيف لها الواي على طور عشان احولها الظرف او صفة شازة زي جود الظرف بتاعها طبعا عندنا ليت ايرلي فاست هارد الاربع دول بيبقوهم وفي كمان بيكونوا هم هم ما بيتغيروش نفس الشكل الصفة هو نفس شكل الظرف هيبقى عمرها ما هتجي لي كوريكت لانها هتبقى نفس الشكل لو جالي كوريكت هتكون جود عشان بتتغير لول بس ممكن يوجودي مثلا تشوز طيب تعالوا بقى نشوف الكلمات و الريدن هنيجي دلوقتي هناخد كلمات لسنس 3 و 4 احنا طبعا المرة اللي كاتت اخدنا 1 و 2 جاست جاست يعني ضيف او نزيل في فندق بورت بورت ميناء ايربورت ايربورت المطور سوتكيس سوتكيس حقيبة سفر ودن ودن حفل زفاد سوت سوت ده ممكن يجي كفعل بمعنى يناسب او يلائم وممكن يجي كراون او اسم بمعنى بدلة ويدن ويدن يعني ادالة الاعشاب الضارة من الارض الزراعي الون معناه بمفرده مخطط او مقلم يعني نموذج او شكل مرسوم يعني معلق مراهق يعني شاكر او عارف الجميل يعني جلد سواء جلد انسان او حيوان عندي بعض الازروف هنا زي يعني بحماس او بنفعال بسعادة بشراها بصوت عالي ببطء بهدوء بسرعة بكسل بسهولة بحرص عندي الازهر بارك دي حديقة الازهر و ام السلطان شابان ماسك مسجد ام السلطان شعبي عندي هنا كلمات لسلطان ثري سواقف بالستودنت او الورك بوك تريت تريت يعني عامل احيانا بتيجي بمعنى يعيل انفايت يدعو هاسبند زوج ملعب او خوش المدرسه فوتبول تيم فوتبول تيم فريق كرة القدم يعني حجد من الناس او زحام من الناس شابين باجز اكياس التسوق سويت سويت يعني لطيفة او جميل فعمو حل فورجراوند مقدمة باكراوند باكراوند الخلفية و دي بنستخدمها في الصورة يعني الناس اللي في مقدمة الصورة بنقول عليهم فورجراوند و اللي في الخلفية بيكونوا في الباكراوند لسن فور حابنس حابنس سعادة وورد او الان فليزد مصرور مجازين مجلة يستمر يقترح عندي هنا درس الريدنج لسن فور بعنوان سعادة للمراهقين بيكلم عن معنى السعادة او الحاجات اللي المراهقين بيحسوا بيستعادة لما يعملوها طبيعي انك انت تقلق او تشعروا بالسعادة او احيانا تحس بالحزن لكن ما يساعد المراهقين ان هما يشعروا بالسعادة ان هما يشعروا بالسعادة بقينا خمس اشياء ممكن تساعد خمس اشياء يحصل على الكثير من الروحة المراهقين غالبا مش بيناموا بشكل كافي ولكن هذا هو الوقت في حياتك ولكن هذا هو الوقت في حياتك اللي بتحتاج انك بنام كتير فيه انت شباب اليونغ بيبر لوما ناسة صغيرة السن بيكونوا لما بيناموا من 8 ل 10 من 8 ل 10 او ساعات في بالليل بيحسوا ان هما اسعاد number 2 كن ودودا it's got to be alone sometimes كويس احيانا انك انت تكون وحيد او تكون تعد وحدك but people need people ولكن الناس بتحتاج الناس spend time with your family قضي وقت مع عائلتك and also try to make new friends وكمان حاول تعمل اصدقاء ولاد او تكون صدقات بديدة because this makes teenagers happy لان ده بيخلي المراهقين سعداء number 3 go outside اخرج اذهب للخيرين people need nature to be happy go to the desert or the river روح للصحراء او للنهر or if you live in the city او لو عايش في المدينة go to a park روحها ديقعم number 4 help someone when you do something kind for someone لما تعمل شيء عطوف لشخص اخر else someone else لشخص اخر this makes you feel happy ده بيخليك تشعر بسعادة try it you feel really good هتحس تعلن انك انت good be grateful كن ممتنر الجميل one of the best ways to be happy واحدة من اكتر الطرق اللي بتخليك سعيد is to remember the good things in your life انك تفتكر الاشياء الجايدة في حياتك and feel pleased about them وتحس بالسرور تجاهها ده كده كان reading بتاع لسن 3 لسن 5 و 6 congratulations تهانينا او الف مبروك conversation محدثة respond يجاوب او يرد news يعني اخبار pity يعني شيء مؤسف او محزن شفقة empathy فعطف interview interview يعني من قبل شخصية واحيانا الامريكان بيشيلوا تيوي يقولوا interview excited excited يعني ونفعل او متحمس لسن 5 check check يتحقق من يفحص pass pass يكتاز او يمر sorry sorry bank bank يعني ضفة النهر وكمان ممكن تدي معنى بنكة تعالتلوز ده ايدي coach coach يعني مدرب worry worry يعني يقلق soon soon قريبا او في القريب العاجل hope يتمنى lesson 6 mess mess يفتقد سواء يفتقد شخص او شيء introduce introduce يقدم او يعرف system system يعني نظام recently recently حديثا او مؤخرا suitable suitable ملائم او مناسب dear dear يعني عزيز او غالي prepare prepare يعد او يجهز term term يعني فصل دروسي عندنا هنا ما استهاني مشيت ثبت المدرسة يعني she's such a good science teacher هي كانت مدرسة علوم جيدة and we are feeling very sad وحنا حاسين بالحظ جدا i have some good news وعندي بعض الاغبار الجيدة two ايضا guess what خميني كده my parents say i can go on the school trip to a man my parents والديا قالوا اني انا اقدر 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 اروح the school trip رحلة مدرسية to a man لعمان مدينة عمان i am very excited انا منفعلة جدا او اه طرحونة جدا there are many amazing places to visit there يوجد اماكن amazing رائعة او منزهلة مقدر نزورها دير هناك the trap is in march الرحلة هاتف شهر مارس and i can't wait وانا مش ادرس تنى بصراحة يعني طبعا i can't wait دي بتدي معنى التحمص يعني مش معناها ان انا فعلا مش قادر انتظر لا هي معناها ان انا يعني متحمسة جدا درجتنا مش قادر استنى مستنى يا فرغ الصبر so what's your news قليلي بقى اخبارك ايه what's your news ما هي اخبارك write soon اكتبيلي قريبا ng وده طبعا جواب من ng لسلمة وبكده يبقى خلصنا كل unit 2 بكل ما يتعلق بيها انتظرو ان شاء الله في unit 3 ويا جماعة الناس اللي انا بتاخر عليها انا بشرح للمرة التانية يدخلوا على قوائم التشغيل هيلاقوا قيم التشغيل خاصة بمنهج تانية عدادي في كل الدروس مشروحة ومراجعات وحل الامتحانات وطريقة حل اسئلة الامتحان وكل حاجة يا جماعة هو هو نفس المنهج ما تغيرش انا بس بشرحه تاني مرة لكن هو هو نفس المنهج فالناس مثلا اللي عايزة unit 4 وانا لسه ما شرحتش 4 يدخل يشوف unit 4 في قايمة تشغيل تانية عدادي هيلاقيها هيتخرج عليها واشوف حل الاسئلة بتاعتها ما اعطلش نفسنا وغس واتمنى يا رب اني اكون بقدر افتكو واستنوني بقى ان شاء الله في unit 4 وما تقلقوش ان شاء الله هنخلص قبل الامتحانات نشرح للمرة التانية وهنحل الامتحانات كتير وكمان عندي فكرة كده بفكر ان انا بقى اصعلكو live في ايام المراجعات ونرجع مع بعض واسمع اسئلتكو وعيز رأيكو هل الفكرة دي كويسة ولا لا اشتركوا في القناة